الدكتور محمد أبو شامة كيف تقرأ إذن هذا الحراك الذي تشهده الساحة العربية حول عودة سوريا مرة أخرى إلى الحاضنة العربية وإنهاء تجميد عضوياتها بجامعة الدول العربية أيضا أهلا بحضرتكم أستاذ المشاهدين طبعا أسمن هذا الحراك وأعتقد أنه قد تأخى كثيرا لكن نحمد الله أنه قد حدث في الفعل سوريا بعيدة عن العمل العربي وعن الساحة العربية منذ سنوات طويلة ربما تكون المستجدات التي حدثت خلال العام الأخير سواء على مستوى الدولي باستمرار الحرب في أوكرانيا وانقسام العالم ما بين قوتين متحاربتين ثم التفاهمات التي جاءت مؤخرا بين المملكة العربية السعودية وإيران قد أسهمت بدفع الملف السوري إلى منطقة الحل الذي نتمناه جميعا وهو عودة سوريا إلى الحضن العربي وإلى العمل العربي وإنهاء تعليق عضويتها بجمع الدول العربية هذا الحراك حبما يكون أيضا أسهم فيه هي حالة التعاطف العربي الكبير التي حدثت مع الشعب السوري عقب الزلزال فبراير الشهر القبل الماضي الذي أسفى عن سقوط ضحايا من السوريين أدى إلى حالة تعاطف كبير من الشعوب العربية حبما تكون أسهمت أيضا في التعجيل بهذا الحراك سوريا لم تغيب عن المشهد العربي طوال هذه السنوات سوريا موجودة وحاضرة في كل شيء عربي وفي كل بيت عربي ولا تغيب أبدا لكن حبما تكون السياسة وخلافات الحكومات قد أسهمت في إبعادها عن العمل العربي لكنها لم تغيب عن الوجدان العربي ولم تغيب عن العاطفة العربية طوال هذه السنوات ونأمل أن تسهم اللقاءات التي جاءت خلال الفترة الماضية بزياد الوزير الخياجية السوري إلى الرياض وأيضا اجتماع وزراء خياجية مجلس الدول التعاون الخليجي ومصر والأودن والعراق اليوم في جدة في دفع حل هذه القصة وإنهاء القطيعة الآسمية مع سوريا وعودتها إلى العمل العربي إن شاء الله اشتركوا في القناة